يعني احنا لو طلعنا من القصة دي كلها بانه المواطن المصري بقى عنده قدرة من الزكاء والفهم والاستعاب انه ما بيدحكش عليه يبقى دي اهم حاجة يعني دي خلي بالك لان احنا قصة الارقام دي بيتم خداع الشعب المصري بيها على مدى سنوات وعقود حتى من ايام الرئيس جمال عبد الناصر كان يطلع لك هم الفقرة ما لهومش حاجة في الدنيا ليه هم الجنة بس طب ما احنا بنعمل واستلفنا كذا وهنصرف كذا وفي الاخر ما كانش حد بيلاقي ياكل نفس القصة برضو هنا الناس فهمة عشان كده ده بقى يجرين القصة الفقرة في مصر لانه نفس المسؤول اللي طلع قالك طالما بيصرفه 5000 جنيه في الشهر يبقى الفقرة اقل راح هو كمان هاب التصريح عن انخفاض مستوى الفقرة في مصر لأول مرة من 20 سنة وطلع قاله هو انه بلغ 29.7% ركز كده مع الرقم وشوف الخبر كده والتصريح بيقولك بيقولك انه مستوية الفقر انخفضت بنسبة كام 27 او 29 27 و7 من 10% انخفاض مستوى الفقر للمرة الاولى من 20 سنة عندك تاريخ الخبر شوف كده تاريخ الخبر كام ده المفروض ان ده خبر جديد يعني المفروض ان احنا لسه سمعين التصريح ده النهاردة مبارح اه ماشي مبارح حلو كده قال اللوى خيرة بركات اللي كنا لسه بنتكلم عنه رئيس الجهاز المركزي للتعبية والاحصى وارجو انك تفضل فاكر انه لوى رئيس الجهاز المركزي قال ان مستويات الفقر سجلت انخفاض للمرة الاولى من اكتر من 20 سنة كلام ده بقى حضرتك لسه سمعه بالنص بالنص وبنفس النسبة تقريبا من كم شهر هل هو تكرار ولا استناد لنفس البيان ما اصلا انت طلعت في ديسمبر اللي فات في 2020 طلع رئيس الوزراء مدبولي قدام البرلمان وقال انه ابشركم بنخفاض معدلات الفقر الاول مرة من 20 سنة نفس التصريح وسيطرنا على الاسعار عندك الخبر ده مصطفى مدبولي شوف مصطفى مدبولي طلع قال نفس الرقم من ديسمبر اللي فات يعني ما يقرب من سنة تقريبا اهو مدبولي امام البرلمان ده 18 يناير 2021 مدبولي امام البرلمان انخفاض معدلات الفقر لأول مرة من 20 سنة وسيطرنا على الاسعار قال الفقر انخفض بمعدل كم ولا ما قالش قال كم هات كده التفصيل مش معنا التفاصيل طيب هو تقريبا قال نفس النسبة انه الحقيقة سواء تصريح التعبئة والاحصى او تصريح مدبولي اللي اتنين تبدو انها تصريحات خارجة من نفس السياق يعني التصريحات هي هي تقريبا بتخرج من نفس السياق ومن نفس المصدر بس بشكل مختلف يعني المرة دي يطلع يقولك مثلا اللي هو خيرة بركات المرة دي مصطفى مدبولي يطلع بعد كده وزير المالية مش مهم قادي اهو انخفاض بص بقى الخبر ده في ديسمبر اهو مدبولي انخفاض نسبة الفقر اللي تصل كام تسعة وعشرين وسبعة من عشر في المية برضو ايوان نفس الرقم يعني حتى الكسور ما تغيرتش يعني انت في ديسمبر عشرين وعشرين انخفض الفقر لتسعة وعشرين وسبعة من عشر وفي اغسطس اخر اغسطس عشرين وواحد وعشرين برضو تسعة وعشرين وسبعة من عشر طب خليهم خمسة من عشر يعني غير لان انت فات مثلا بتاع تمن تسعة عشر تشهر اهو لكن الحقيقة بقى سواء تصريح التعبير أو الإحصاء أو تصريح مدبولي الاتنين في الآخر يعني تصريحات بلح من صح التعبير يعني ليه بلح؟ لأنه في 2016 طلعوا بيان قالوا فيه أن نسبة الفقر في 2015 بلغت 27.8% أنا مش عايزة توهك في الأرقام بس أنا عايزة بيان لك هو أنت إزاي بيتم التلاعب بعقول الناس في 2015 المركزي للإحصاء طلع قال أنه 27.8% نسبة الفقر في مصر خلال 2015 يعني أقل من النسبة اللي أعلنوا عنها النهاردة يعني الفقر ماقلش هو كان 27 في 2015 ودلوقتي بيقولك ده أقل بقى كام يا فندم بقى 29% طب هو كده ماقلش حضرتك ده كده زياد يعني كده بقى 2% زياد فين اللي قال للأول مرة من 20 سنة زي ما بيقولوا هم معتمدين على إيه بقى؟ على أولا حكتين على الزاكرة السماكية للجمهور أن الناس مش هتفتكر مش هتقعد تدور وراهم وأن الناس ما بتقعدش تحاسب المسؤول على تصريحاته فما فيش مشكلة لما أضرب أي رقم والسلام عشان كده الموضوع بيطلع بهذا الشكل تعال بقى أشوف تصريحات الليوة رئيس الجهاز المركزي اللي لقت هجوم كبير من نشاطاء السوشيال لأنها مش بس بتخالف الواقع هم كمان طلعوا أكدوا على زيادة عدد الفقراء خلال السنوات الأخيرة زي ما قلن يعني طلعوا على الره حضرتك تسيبك بقى من الأرقام ده النسبة زادت ما قلتش بص كده على تويتر جانب من التصريحات على السوشيال مهندس أحمد بيقول له يا رجل أنت مبالغ الحقيقة تسعين مليون تحت خط الفقر وعشرة مليون أغنية اللي هم مع أصحاب البلد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وملك العاصمة الإدارية وحب أضيف عليهم شاكلة الساحل الشمالي أحمد بيقول له إزاي ده سبعين في المئة من الشعب تحت خط الفقر والجهل ابن الأحرار يعني نصدق الجهاز المركزي ولا نصدق صندوق البنك الدولي اللي بيقول ستين في المئة تحت خط الفقر سامي بيقول كاذب نسبة الفقر زادت في السروات الأخيرة تتعدى أربعين في المئة أنتو بتعملوا إحصائيات على مزاج أبوكم ما هي عزبة أبوهم يقولوا اللي مزاجهم وبس وكلين شربين على قفة الغلابة والشعب بالنسبة للطبقة الوسطى اللي تحول جزء كبير منها إلى فقراء رأي سيادتك إيه في الجزئية دي رح التاني بيقول له يعني تلاتين في المئة من المصريين من الفقرة طبعا لو قال الحقيقة سبعين في المئة تحت خط الفقر سيجد قرار الإقالة يوم غد هو فعلا يعني إيه هو مش محتاج يجذب لأنه هي المنظومة كلها أصل رئيس الجهاز المركزي للتعبئة ده لواء واللي بيعلن الأرقام برضو لواء وكل يعني في الآخر مش هينفع يطلع يكذب ساعة تلباشي لا صحيح وبش هينفع يطلع أقول الأرقام الحقيقية لأنه زي ما تقال كده وزي ما الناس ألت له إله الإقالة من بكرة الصبح فدي كانت جولة سريعة في تلاعب المسؤولين بالأرقام وده مش جديد الحقيقة زي ما ذكر سيد الكلام ده قديم جدا والناس بقى عرفاه وخلاص يعني حتى حتى فكرة إن أنا أغير من عشرة في المئة مثلا بدل ما تبقى سبعة تبقى تسعة عشرين وسبعة يعني برضو عشان يبقى فيه دقة يبقى إن هي دقيقة بس الناس ما بقتش تصدق الكلام ده ولا بيدخل عليها الحوارات دي ولكن لو عايزين نعرف الحقيقة بقى من غير تلاعب بالأرقام ومن غير كذب ننزل ونشوف الناس في الشارع بتقول إيه ونتفرج مثلا على الأخبار دي النهاردة بغد النظر بقى عن أرقام الفقر والفقرة والنسبة وعشرة في المئة وأرقام اللي التوئي دي خلينا جدا نشوف الأخبار البسيطة للناس بتفهمها وهي أخبار ارتفاع الأسعار أهو بحسب المصري اليوم ارتفاع تدريجي في أسعار الخضروات والفكهة واللحوم الحمراء تقفز عشرين جنيه في المين شهدت أسواق المينيا ارتفاع في أسعار الخضروات والفكهة بشكل مرتفع حيث ارتفع سعر البطاطس من خمسة عشر جنيهات والطماطم بسعر عشر جنيه بدلا من خمسة جنيه يعني زيادة كبيرة جدا وباقي الخضروات بالنسب تزيد عن خمسين في المية من قيمتها بينما ارتفع سعر الكيلو جرام من اللحوم الحمراء من مية عشرين جنيه إلى مية واربعين جنيه بزيادة عشرين جنيه للكيلو جرام الواحد دي المين كيلو البلدي بخمسين جنيه الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن أهو شهدت أسعار أو أسواق الدواجن حالة منها تذبطوا في الأسعار بعد أن سجلت الأسبوع الماضي ارتفاعا مفاجئا قبل أن تتراجع مرة أخرى وسط حالة من الهدوء الحذر لدى المستهلكين والمربين سجلت أسعار الدواجن البيضاء تسع وعشرين والدجاج البلدي خمسين للكيلو كيلو الطماطم بعشر جنيه كلام ده النهاردة الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضروات قال الدكتور علاء البحروي مدير إدارة الخضر التابعة لوزارة الزراعة والسصلاح الأراضي أن معظم المحاصيل سوف تشهد ارتفاعا في الأسعار بشكل متفاوت موضحا أن السبب الرئيسي في نوعية التقاوي المستوردة وارتفاع درجات الحرارة يأتي ذلك في إطار ما تشهده أسواق الجملة والتجزئة من ارتفاع في أسعار العديد من الخضروات أبرزها الطماطم والبامية والخوسة كما بدأت أسعار البطاطس في الارتفاع مما سبب جدلا واسعا بين المستهلكين وحسب موقع سوق الجمعة بالعبور اليوم الأحد فإن سعر كيلو الطماطم يتراوح من 3 جنيه و 6.5 جنيه للكيلو جرام ويبايع الكيلو جرام من 8 جنيه ل 10 جنيه في السوق للمستهلك ذا يا جماعة الواقع غض النظر بقى عن الكلام ويقول لك الرئيس الجهاز المركزي وزير المالية مصطفى مدبولي يطلع يقول اللي هو عايزه يطلع يقول نسبة الفقر 0% رحته لكن الواقع حاجة تانية خالص الواقع اللي بصريين بيعيشوه كل يوم وشايفين أكتر منه يعني مش منتظرين حد يقول لهم أصلا نسبة الفقر كام في المية أرقام مجرد أرقام أو يغرقهم حتى في بيانات وده اللي قصدنا بيه من الأول خالص بأنه كثيرا ما تجذب الأرقام في بلادنا ترجمة نانسي قنقر